اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجديد فيها ابرز التقنيات الحديثة اللي ممكن تساعدك على ان انت توصل لوزن وشكل مناسب ومثالي في تقريبا ساعة واحدة تخرج بشكل جديد كن معي في هذه الحلقة ضيفي المتألق والمتميز دائما الدكتور محمد عزمي اخصائي جراحة التجميل والحرق وتنسير القوام اهلا بك دكتور محمد اهلا بك دكتور محمد عزمي بسم الله الرحمن الرحيم بداية كده بنتكلم عن مفهوم النحت النحت ده هو نوع من انواع الفنون الجميلة اللي النحات بيبدأ استخدم فيها آلات النحت الخاصة بيه عشان يوصل في الاخر لشكل فيه نوع من انواع التناسق والتواقم ما بين اجزاء التمثال او الحاجة اللي بين حدها تمام؟ فده اللي احنا بنعمله او بنطبقه على الجسم البشري ان احنا عايزين الجسم نوصل في الاخر لشكل او لنوع من انواع التناسق والتواقم اللي موجود ما بين اجزاء الجسم ونعمل ابراظ للاجزاء الجمالية ونعمل هدن او ان احنا نخفي الاجزاء الغير جمالية تمام؟ ده بصفة عامة كده مفهوم النحت ونفهوم النحت بالنسبة للاجراحات التجميل بالذات هو اول من قام به كان جراح كولومبي اسمه دكتور الفليردو هويس تمام؟ هو اللي ادخل فكرة الابعاد في اجراء عمليات النحت يعني بيباشر موضوع شفت بس كده لا ان احنا نبدأ نعمل ابراظ او نحنا نعمل نبدأ ان احنا نعمل ازهار لاماكن معينة او لاجزاء معينة او لكيرفات او منحنات معينة في الجسم كويس معك يا دكتور محمد انه بيجي لك الشخص الشخص ده انت بترسمه رسمة مناسبة وجيدة فيها تناسق لاجزاء الجسم كلها وفي النهاية بيدخل بيخرج شخص تاني مختلف نهائيا كليا وجزئيا تمام؟ كويس نعم زمان كان اللايبو ساكشن او عمليات شفت لدقون موضعية سواء من الراع او الوطن او الهردافة اي كان ايه الفرق ما بينها وما بين تقنية النحت ايه الفرق ما بين الشفت العادي او الشفت التقليدي او الترديشنال اللايبو ساكشن اللي كان بيتم زمان او بيتم دلوقتي في بعض الظروف المعينة تمام؟ وتقنية النحت اولا الكلاينت او العميل اللي بينفعله تقنية النحت دايما بيبقى اختيارنا ليه بيبقى اختيار محدود شوية يعني لازم يبقى فيه شوية اسباب معينة او شوية شروط معينة لازم ان هي تتوافق او لازم تكون موجودة فيه عشان اقدر في الاخر اطلع بالشخص ده بعد عملية النحت لشخص فعلا عنده شكل رياضي ظاهر فيه عضلاته وظاهر فيه كرفاته كويسة بالشكل الذكوري بالنسبة للذكور وبالشكل الانثوي بالنسبة للسيدات او بالنسبة الاناث تمام؟ الشفت العدي زمان احنا كنا بناخد الدهون تمام؟ عن طريق فتحات برضو صغيرة كده تمام؟ من اماكن مخفية من الجسم اهم شيء احنا بنتخلص من الدهون في المنطقة دي يعني لو واحد عنده سمنة موضوعية مثلا في منطقة البطن او سمنة موضوعية في منطقة الاجناب مثلا او الظهر نستخدم فتحات صغيرة بنبدأ نحقن محلول وبعد كده بنبدأ ندخلص من الدهون دي ونطلق الفتحات الصغيرة دي بس بصفة متساوية ما كانش وقتها بيفرقن معانا قصة الكيرفات او ان احنا نطلع بكيرفات للجسم او ان احنا نطلع بشكل رياضي او شكل جزاب للشخص ده تمام؟ جمع فهم النحط بقى ان احنا بنعمل مسج ما بين الشفط وما بين الاضافة يعني انا ما بستخلص دهون بس لا انا بطلع دهون من الشكل ده والشخص ده كل مكان رياضي او السيدة دي كل مكانة رياضية يعني عضلاتها موجودة وظهرة ولكن الدهون مخاب بها انا بقدر ان انا انحط الدهون اللي موجودة عليها تمام؟ بحيث اوصل لشكل وست كويس اعمل حاجة اسمها وست هب ريشيو يعني ما بين الوصل وما بين الاجناب لازم يكون في ريشيو او يكون في معادلة ما بين الجنبين دول او ما بين الجزئين دول لازم تكون ظهرة كويسة السيكس باكس مثلا بتاعة الراجل الرياضي ده او بتاعة الشاب ده هو بيعمل تمارين لكن دايما الدهون اللي موجود عنده في منطقة البطن دي دهون عنيدة مبتنزلش بالجيم مبتنزلش بالرياضة فانا بساعده ان انا بخلصه منها فبالتالي برضو الشكل الرياضي ليه بيظهر كويس تمام؟ اه ده مفهوم من نحت طيب انا ضيفت عليه كمان انا قلت فيه فرق ما بينه وما بين شافت الدهون ان انا فيه اضافة الاضافة اللي هي ايه ان انا ممكن اخد الدهون اللي انا باخدها دي وابدع احقنها في اماكن تانية يعني ممكن احقنها مثلا في عضلة البنش بحيث ان انا اظهرها اكتر احقنها في الدرعات بحيث ان انا اظهر عضلات الباي او تروي او عضلة الدولتيد اللي فوق مثلا بصورة او بخ ادخل للنقطة اليتي يا دكتور محمد خليني اوضح كده لستاذ المشاهدين انه عمليات شفط الدهون موضعيا ديكو اننا بناخد الدهون بشكل فيه زيادة مكان في زيادة الدهون تمام بناخدها ما تخلص بيه فقط خلاص ولكن بنهتمش بنهتمش بالتفاصيل مش مهم الدكور دلوقتي نحت لا نحاس بيتطلع كل حاجة زي ما الكتاب بيقول يعني زي ما في خيالي كأنك دخلت على النت جبت رسمة مرسومة انت بتترسم نفس الرسمة دي هل بترسمه الشخص بقى قبل ما بتشتغله ولا طبيعة الشغلو بيكون ازاي لا الشخص لما بدخل قطة العمليات او قبل ما يدخل قطة العمليات بيبقى مرسوم يعني ايه مرسوم انا بستخدم القلم بستخدم المسطرة بتاعتي بستخدم المزورة بتاعتي ببدأ اخد اياساتي على الشكل التشريحي بتاعه يعني انا في الاول وفي الاخر ما بينه وما بينه تشريح جسمه تمام عضلات دي كلها حاجات اشرحية ربنا خلقها فينا تمام لها مكان موجود بداية ونهاية لها اكشم تمام فانا ببدأ اخد انا العضلات اللي موجودة بالنسبة له مثلا لو مطقة البطن مثلا او مطقة الصدر عنده تمام يعني واحد عنده تفدي في شوية دهون موجودة في مطقة الصدر في عضلة البنش ملترية انا بخليه يامل اكشم بتاع عضلة البنش تمام طيب اللي هو زي الاكشن اللي بنعمله في تمرين الضبط تمام فبتبدأ تظهر للعضلة شد يسحب لفوق كده في مجرد ما يسحب تبدأ تظهر للعضلة ابدأ انا احدد العضلة كويس حلو تمام كده انا حددت العضلة ما تحتها دي دهون زايدة ولو عنده غضة متضخمة باخر منها جزء تمام وفوق العضلة اللي فيه دهون بغضه حلو تمام برضو البطن نفس القصة شد بطنك عايزك تشد بطنك ابدأ احس انا بادي عضلات البطن عنده تمام ابدأ احددها وارسمها تمام كده انا حددت الايه حددت العضلات كيس بابدأ انا بعد كده احدد كمية الدهون اللي عليها سواء كان الدهون سطحية او دهون عميقة بابدأ ان انا اشتغل عليها بابدأ ان انا اتخلص منها الفكرة ان انا مارسمش شكل دهون انا عايز ارسم عضلة تمام بلازم عندي في الاخر يبقى كلما الشخص كان رياضي اكتر كلما كانت الاستفادته من العملية دي فعلا احسن لذلك زي ما قلتلك في بداية الكلام ان بيبقى فيه شروط معينة للشخص اللي هيستفيد استفادة كبيرة جدا 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 من العملية دي قبل ما اسأل عن ايه هي الشروط وايه الاستفادة اللي ممكن الشخص يستفدها من العملية اقصى استفادة ممكن يستفدها تكلمني عن فكرة ان انا ممكن ااخد دهون من البط وحقنها في البنش او في الباي او التراي يعني في الدراع بشكل عام فيظهر شكل ده بيتعمل ازاي او بيحصل ازاي تمام بالنسبة لقصة استخلاص الدهون وعدد حقنها تمام هنقول ان ده مثلا طايتل كده كبير شوية هنبعمل الكلام ده بطبقوا على حاجات كتير قوي كلها نسمع عن حاجة اسمها البي بي ال او المؤخرة البرازيلية الفكرة ان هي دايما بيبقى حجم المؤخرة بالنسبة للسيدة بيبقى حجمها اكبر عن بايج اسمها تمام يعني بيبقى فيه كيرف موجود تمام كيرف كبير كيرف كبير هو ده اسمه تمام او ده يعني ده العملية فيه موسطة او الشوعية بتاعتها اه الكومن من طبعا بتختلف بالنسبة لواحدة الواحدة عشان تناسك المنطقة دي بالنسبة لباقي جسمها تمام بالنسبة للوزن وبالنسبة للجسم والتوم بتاع الجلد حاجات كتير كده يعني فاحنا بناخد الدهون دي بعد ما شفتناها بس ما بنيرميهاش بنبدأ نستخدمها في نبيب مغلقة معقمة تمام ببدأ ان انا اصف منها السوايل اللي انا مش عايزها بابدأ استخدم الدهون دي تاني مرة تانية بان انا احقنها فالماكن الجسم مختلفة ان انا اللي انا عايز اعمل لها اوالا عايز ابرزها اولا اوالا عايز اظهرها تمام ممكن في السايدات بحقنها في الوسط بحقنها في المؤخرة ممكن حقنها في The Press في الرجالة بحقنها فينتش فوق سامو قطتلك ممكن حقنها في الدولتويت بحيس ان انا برضو اي ابرز الشكل قليل التيى ال اصداء крут�� شوية وفي نفس الوقت ده بيبقى ببوش للعيان إنه هو مستمر على رياضة يعني هو موضوع مش يبقى حاجة عملناها وبعد كده هو ريح عليها لا ده بقى يخدنا دكتور محمد ده يخدنا بقى الفكرة أي الشروط اللي من خلالها ممكن يتم إجراء العملية وكمان عشان يستفيد منها وتفضل مستمرة معها تمام أولا بالنسبة للعملية لازم الشخص ده وزنه يكون في الوزن المثالي يعني ما يوزنه ما يكونش زايد عن وزنه الطبيعي أو وزنه المثالي سبع كيلو على الأقل يعني بيقى مقاي ما يعديش خمسة وثلاثين احنا بالقول تلاتين يعني ما يعديش خمسة وثلاثين تمام يعني ده تجاوزا شوية ده رقب واحد رقب اتنين لازم يكون مرونة الجلدة عند الشخص ده كويسة تمام أو عند السيدة دي تكون كويسة ماينفعش برضو واحدة مثلا كان وزنها مثلا مية وخمسين التكميم مثلا ووزنها نزل بصفة كبيرة جدا جدا بسرعة نزل فجأة نزل خمسين كيلو ستين كيلو وبقى عندها طرح ولد شديدة نقول لنهاية تدخل تعمل عملية دي وتطلع بنتائج جميلة أو تطلع بنتائج بيرفكت أو توقعاتها تكون بتاعتها تكون أعلى من التوقع أو أعلى من اللازم أو أعلى من المفروض تمام كل ده احنا بنوضحه للكليونت أو بنوضحه للعيان قبل ما ييجي وبنقوله انت اللي ينفعك ده لأ ما ينفعكش الإجراء ده التقنية دي تنفعك لأ التقنية دي ما تنفعكش تمام لو انت جاي عايز تعمل عملية وتريح عليها وتقوله أنا أكل براحتي وبتاعه كل ستة شهور كل سنة أروح أعمل شفطة وأعمل نحت لأ طبعا ما ينفعش الكلام ده كله تمام الجسم لو اتعرض لي ويفز كتيرة ما بين الطلوع والنزول ده بيأثر على تون بتاع الجلد نفسه فأنا لما أبدأ أخد طبق الدهون من تحت الجلد المفروض ان الجلد ينزل تمام طيب لو أنا بقى دمرت أنا التون بتاع الجلد ده إيه اللي هيحصل هيحصل طراحه مش هيظهر أصلا الكيرف اللي أنا هرسمه يعني هو نفسه هيبوز العملية أساسا فمش عينفع برده يعني لازم يكون في شروط مؤينة دايما بنسمع عن تقنية النحت بالسري دي والفور جيت بعد كده يبقى فيه في القدش دي تقريبا أنا بعتقد يعني إيه التقنيات دي إيه الفرق ما بين كل تقنية فيهم أولا بنسبة للتقنيات النحت إحنا أول ما بدأ بدأ النحت بنسميه الـ HD أو الـ High Definition الـ High Definition اللي إحنا قلنا إن هو بيبدأ يظهر الأشكال يعني مثلا أنا بلحة البط فأنا هزهر شكل العضلة هزهر شكل الجناب هزهر شكل مثلا عضلات الظهر تمام ده HD يعني High Definition يعني فيه تحديد أكتر من الـ من الـ الـ بدأنا ندخل في السري دي بقى اللي هو بدأنا نتكلم في ثلاثة أبعاد اللي هو بعد الطول والعرض والعمق يعني هزهر نتكلم على طول العضلة عرض العضلة وعمقها برزها تمام الفور دي ده خلنا البعد الرابع اللي هو الحركة شكل العضلة إيه مع الحركة إذن بأتكلم كده على الطول وعلى العرض وعلى العمق وعلى بعد الحركة كمان كويس تمام يعني العضلة طبعا هي عضلة عضلة اللي هو بتتحرك يعني الطنقة بضعة طنبسط يبقى لازم يكون شكلها ظاهر وقت الانقباض ووقت الانبساط تمام ده رسمة يعني تمام رسمة متحركة بقى يعني أنت بتتكلم عن حاجة آه عن موشن تمام طيب مين الشخص اللي ممكن تقول له إحنا ممكن نعمل 3D نعمل 4D ولا ممكن أي شخص إذا كانت انطبقت عليه الشروط اللي قلنا عليه في الأول ممكن يعمل 3D أو 4D تمام لو الشخص انطبقت عليه الشروط اللي احنا قلنا عليها 3D وال4D يعني فرقهم مش كبير هي الفكرة بس في استخدام أجهزة فكرة في إن شخص نفسه شخص ماسكولار أو شخص رياضي أو شخص عضلاته كويسة تمام كل ده بيساعدك إن انت تظهر كل التفاصيل كل ما تبقى العضل عندك كويسة أو محددة لكن هي بس مخفية تمام فانت عايز تظهرها ده الشخص نفسه أو الستويشة نفسه هو اللي بيساعدك إن انت تبدأ تظهر تفاصيل أكتر فتبدأ تظهر أبعاد أحسن فتبدأ يظهر الشكل بيرفكت أكتر تمام بس فدايما الشروط اللي احنا قلنا عليها يعني برضو اللي هتلاقيها برضو في الآخر محددة يعني مش ناس كتير قوي بتبقى فاهمة الموضوع ده كويس ناس كتيرة زمان كانت بتلجأ لعمليات جراحات السمنة الأسبب كتيرة جدا زيادة في الوزن مفرطة أو زيادة في الوزن ممكن مكونش مفرطة تمام دلوقتي كثير من الناس بيشوف إنه تقنية الناحط هي تقنية سريعة أكتر ممكن تكون تكلفتها في بعض الأحيان ممكن تبقى أقلب كتير جدا من العمليات الكبيرة هل تقنية الناحط ممكن تغني عن عمليات الجراحية عمليات السمنة تقنية الناحط زي ما قلنا كده إحنا بنحاول ننحط يعني بنحاول نظهر الشكل إذن هي عملية مختصة بإظهار الشكل أكتر ما منه فقدان وزن يعني المريض اللي جاي يقول لي عنا عاز عامل نحط عشان خاطر وزن ينزل من 120 أو من 180 أو 70 هقول له حضرتك العملية دي ما تنفعكش لأن زي مؤتلك العملية هي الهدف منها أن أنت تظهر بشكل أحسن تظهر بشكل رياضي أكتر تظهر بشكل فيه جاذبية أو فيه تناسق في دسمك أحسن تمام لكن العملية مش بتاعة نقصان وزن خالص وده مفهوم خاطئ عند ناس كتير جدا جدا العملية دي ما بتنزلش وزن ممكن تعمل عملية عدده أدد لتردهون فعلا منك يبقى موجود بعد العملية أكتر ودكتور يوريهولك ولكن تقف على الميزان تلاقي نفسك ما نزلتيش بنفس الكمية أو بنفس المقدار تمام فهي عملية ملاش علاقة بنفس المقدار هي عملية يعني نقدر نقول إن هي عملية اللي علاقة لها بإنقاذ الوزن أو أنت عايز تخص هي عملية مرتبطة بتنصيق القوام رسمة الجسم تحديده إظهار معالمه الأنسوية أو الذكورية سواء للأنسة أو الرجل طيب في أجهزة كتيرة جدا بيعني بننحط وبعد ما ننحط المفروض إنه بيوقفيه ممكن في بعض الأحيان ترغل في الجلد هل بنقدر مع النحط حين نتكلم عن تنصيق القوام وشكله يبقى جميل هل بنقدر نشد في نفس الوقت؟ المريض اللي عنده دهون كتيرة وجلد جلد ده هو الكافر أو الإنفولوب بتاع الجسم اللي بغطي؟ تمام آه وعنده جلد كتير أو جلد زيادة تمام؟ ده نتيجة بقى أنه تعرض لفترات كتيرة فيها بالنسبة للوزن صعود ونزول أو الست اللي كان بقت حامله ولادة وبرضه بطل كبرت وبرضه مرجعت صغر التاني تمام؟ فده بيخلي عندنا نوع من أنواع تراهل تمام؟ طيب أنا لما بيجي أنحط أنا بشيل الدهود فبالتالي الغلاف ده هيبقى تحته فاضي فالمفروض أنه هيحصل له حاجة إذا البلونة كده يريد كوي إن هو هيرجع تاني تمام؟ طيب لو ما كشش بقى همرونتو كانت مش كويسة يعني أستك بتاعنا همرونتو مش حلوة ضعيف فما يرجعش فيحصل له إيه؟ بفعل الجزبية هيسقط لتحت تمام؟ طيب استخدام الأجهزة في العمليات هي الصراحة ليمتد يعني مش ساحرة يعني إيه مش ساحرة؟ عشان برضه الناس فاكرة إن أنا دخلت جهاز في عملية معنى كده إن أنا خلاص استعطت عن إجراء تاني خلص كان المفروض يتعامل باستخدام الجهاز ده لا طبعا بمعنى؟ بمعنى دلوقتي واحد عنده تراهل بتوسط الجديد تمام؟ أنا دخلت شوفاته الدهون واستخدمت الجهاز فيزر أو استخدمت أي نوع من أنواع الجهزة عشان أشهد الجلد الجهاز عن طريق التقنية بتاعته سواء موجات صوتية سواء آيونات جيب لازمة أو بادي تايت أو فيزر تمام؟ أو ليزر قبل كده أو الكلام ده كله الفكرة إن أنا التقنية دي بتساعدني إن أنا أولا أترجط حاجات مغينة يعني أتركت خلايا دهنية بس فتتها من غير حاجات التانية الجيب لازمة أو بادي تايت إن أنا بدخل عن طريق الأيونات إن أنا بعمل تسخين أو إن أنا بحفز الخلايا الضمة اللي موجودة عندنا يعني إيه اللي يخلي جلدنا سوري ثابت في الجسم كده بيبقى فيه أنساجة ضمة موجودة تمام؟ أنساجة ضمة دي لما بترتخي جلدي بيسقط فأنا بعملها شرينكيج بكشها بخلات كش عشان خاطر خالة الجلدي إيه؟ يا ركايل عليها تاني مرة تاني ينكامش تاني تمام؟ فإذاً ده هيبقى وزن ليمتس يعني لازم هيكون ليه حدود ما نفعش واحد يبقى عنده تراهل شديد قوي كده وأنا مفروض إن أنا أخذه من تحت كده يعني أرفعه لفوق مرة تانية ده بيحتاج بقى الجنب الجراحي فده هيحتاج جنب الجراحي إن هو إن أنا لازم أقص الجلد الزيادة إيه دائما الناس اللي نزده أبتحا آه تبقى خايفة من فكرة أقص الجلد أنا معك قص الجلد أو تدخلات بالنسبة لتنصيق القوام أو إن أنا أبدأ أحسن الشكل بإن أنا أشيل الجلد الزيادة خصوصاً في الناس اللي لسه مبتددتش حياتها يعني مثلاً لو أن نسة عملت عملية تكمين وفي تراهلات شديدة أو شاب كذلك تمام؟ فدائماً قصة الجلد بصاحب جروح وجروح قواص بعملت كلها فيها أثر بعد كده بيبقى لها أثر والتقامها على حسب التقام وبيبقى لها عامل كتير قوي كده بالنسبة لشكلها النهائي أو العسب حجمها لو كانت كبيرة غير لما كانت صغيرة فأنا في عمليات شادة الراهلات بيبقى لها جروح وده أصبع أن أنا للأسف بيبقى موجود إحنا بنحاول نحافظ إن شكل جروح يبقى كويس وأماكنها هتبقى أماكن مخفية تمام؟ ولو في تقنيات تساعدنا إن أنا أوصل لنسبة 90% مش لازم 100% بجرحة أقل شوية عشان ماتباش صعبة عليها شوية فيش مشكلة هي ممكن تعمل تلجأ لده تمام؟ في سبيل إن هي لو اضطارت إن هي تعمل شادة مرة تانية أو لو طراها الزاد بعد كده ممكن تعمل إجراءات تانية بس ممكن حتى ابتداد حياتها في ناس بيبقى عنده مثلا رجالة مثلا بيبقى عنده مشكلة التسدي ومشكلة في البطن ممكن مشكلة غالبا في الأجناب ممكن مشكلة في الأرض هل أنا عشان أروح أعمل للنحت ده؟ لازم أعمل لكم بمرة واحدة؟ ولا ممكن المرة دي أعمل للتسدي؟ المرة اللي بعديها أعمل إجراء تاني؟ المرة بعد دي أعمل إجراء تالت؟ ولا لازم الجراحة كلها مرة واحدة وتتنحت مرة واحدة؟ بص إحنا دلوقتي بقى في حاجة اسمها فول بودي ليبوسكشن ودايما برضو كل حاجة هنقول عليها فول أو هنقول عليها بتشمل أكثر من تدخل نازم بنحطها يبقى أقواص يعني إيه؟ باللوقتي مواريد جاي عنده عنده تسدي وعنده بطنه وعنده جنابه وعنده ضاهره وعنده مشاكل في دراعاته وعنده فخاد تمام؟ وكل ده عايز يعمله مرة واحدة أولاً هو بعمل تحليل بيخضع للتجارب لبعض من خاصات السهلية والكركية تمام؟ وبنبدأ نتطمن على صحته لو والتحليله دي كلها كويسة أو فحصاته كلها كويسة بنقول تمام؟ وفي نفس الوقت برضو هو برضو بيكون بالنسبة لنا عامل مهم إنه لو عنده زيادة كتير جداً يعني عنده دهون كتير جداً في البطن وكتير جداً في الصدر ما فعش أنه أنا أدخل أصحب كيمية كبيرة مرة واحدة مرة واحدة وقتها هختار أنه أنا استمهله على أكتر من سيشن بحيث السيفتي بتاعته تبقى دايماً متحققه كويس يعني الأفضل إنه السيفتي نمبر إيبوس هي السيفتي فور فرس هو أصلاً دخل يعمل حاجة حاجة جمالية دخل يعمل حاجة حاجة جمالية ما فيه أقارب من الرفاهية طب طبيعاً هو عايز يخرج بأفضل صورة وبأحسن حال وبأحسن حال وبأمان كويس معنى كده إنه أنا لو عندي مشكلة في أكتر من جانب في الجسم أنا ممكن النهاردة أروح أعمل إجراء معين إجراء واحد وبعد كده مرة الجاية أكمل بقى الإجراءات بناء على وجهة نظر الطبيب والفحصات المقدمة أمامه بعض السيدات بتولد بيحصل الولادة وبعد الولادة بيحصل تراهولات ودي أكتر حاجة مشهورة عند السيدات وأبص كلهم يعني تسعة وتسعين وتسعة من عشر لأنهم ما بيعملوش بعض التمارين الرياضية بعد أو قبل بعد الولادة فبالتالي الموضوع عندهم زي وبيستسلموا في بعض الأحيان وبيستخدموا بعض الحاجات الخارجية للحفاظ على شكل مثالي خارجي إيه الإجراء اللي ممكن السيدة تعملوا لأن هيمكن تخلف تاني تمام لش أنت حافظ على فكرة يعني لو هتخلف تاني نعملو ولا ما نعملوش إيه الأفضل؟ أولاً هو الإجراءات اللي بعد الولادة وبعد الرضاعة اللي احنا بنساميها بمامي ميك أوفر أيوة يعني إيه؟ إن هو أنا بحاول أوصل لشكل السيدة بعد الولادة والرضاعة لشكل البطن وشكل الثادي نتيجة الرضاعة وإن الثادي حصل لنتيجة هرمولات المعينة وخلقوا باللبن فكبروا وبعد كده صغر تاني فبدأ يحصل نوع من أنواع التهدل أو من أنواع الارتخاء تمام؟ إحنا في بعض التقنيات على حسب شكل تراهل اللي موجود إن إحنا ممكن نعمله حاجة اسمها شد ورفع تمام؟ ولو صغير ممكن إحنا نعمل نملاه يعني نملاه سواء بقى بتجدير دولزاتية أو بحشرة السيليكون تمام؟ والبطن كذلك لكن البطن برضو لو فيها نوع من أنواع تراهل ممكن إحنا نشد البطن دي وتراهل تمام؟ ممكن يبقى فيه شد عادي خالص المشكلة مش هنا شد كامل يعني هي دلوقتي لو هتخلف تاني لو هتخلف تاني العملية في العملية يعني هي هتخلف 3-4 سنين ما بين الطفل الأول والطفل التاني حلو 6-3-4 سنين دول مش عاجبها شكلها كده عايزة تعالج المشكلة ما هتعالج المشكلة المشكلة يعني ما يفعش تعالجها بالإجراء حلوة تانية يعني لو خلفت بقى تاني احنا بننصح بقى ما تخلفش بعد سنتين تحافظ على شكل كلي انت عملتي ده تمام؟ دايما لازم دايما السيدة اللي هتعمل حاجة زي كده على فكرة مش هتبقى واحد خلاص جيبت طفله وبعد السنة هتجيب طفلي تاني لأنها مش هتدخل تعمل عملية زي دي وبعد كده تباوزها تاني تمام؟ لا احنا دايما السيدات اللي بننصحهم بالإجراء ده ثم خلاص هي متى اخر ولادة تمام؟ في مسافة كبيرة ما بين الطفل ده وطفل اللي جاي ثلاث سنين أربع سنين تستفيد على أقل؟ ثلاث سنين هي تستفيد حتى فعلا بنتيجة العملية دي لأن يعني نصيح بعد الولادة اللي احنا اكتر حاجة نقدر نقولها ممكن تلبس بلادة كرسيك حافظي على شكل بطنك دايما البرست عطولي بقى سابورتد ما تسيبيش صدرك كده من غير سابورت لازم البرها لازم تكون عطول ملبوسة حافظي على وزنك يعني ما تفقدي ما تكسبش وزني كتير جدا جدا بعد قبل الولادة أو قبل الحمل وكده كده بالإهربانات بتزيد تمام؟ وبعد كده تخس قوي إنها بتزيد يعني زيادة مضاعفة مع أنه علميا علميا مفيش ده يعني علميا بتزيد وزن لو قلتوا له الناس هيتخضوا من الأحجام اللي بيشوفوها آه طبعا من الأحجام اللي بيشوفوها يتخضوا إنه أصلا الزيادة الطبيعية المفترض يعني قريبا سبعة كيلو على معتقد حول خمستاشر بتبدأ من سبعة فيه ناس بتزيد سبعة ثمانية يسعى بتوصل لخمستاشر كيلو وممكن توصل لخمستاشر كيلو ثانا بعد الولادة وبعدين تنزل وبتنزل ثانا بعد ما تولد بعدين مشكلة لكن هي بتزيد أربعين وبعد الولادة تقريبا عشرين كمان إيه العادات والتقاليد اللي أنا ممكن أقولها للسيدة عشان هي حتى جاي تعمل الإجراء ده تحصل على أفضل نتيجة طيب دلوقتي الست اللي جاي تعمل إجراء زي ده عشان تحصلوا على أحسن نتيجة أولا انت كده كده قبل قبل الجواز أو قبل حتى الحمل كان ليكي شكل جسم كويس حلو؟ طيب في الفترة دي كلها حافظة عليه أكلاتك كويسة دايما نبص يعني مشكلة كلها بتدور حوالين الأكل والرياضة والجنب النفس لو التلاتة دول كويسين يعني ممكن تبقى بعضها فعلا صعبة لو التلاتة دول كويسين لا هي فعلا هتوصل لنتيجة كويسة وهتتفادى كل حاجة بعد كده تمام لازم غزاك يبقى كويس أكلك يبقى صحي لأن صحتك وصحة طفلك الاثنين في الآخر واحد لا بتتأثر على الفكرة على الغزاء اللي الأم بتاخده في فطلة الحمل والأولاد تمام نفسيا لازم تكون كويسة يعني نبعد عن أي حاجة فيها توطر نبعد عن أي حاجة فيها مشاكل تمام وعلى قد ما نقدر يعني ما فيش حياة خالية من الحاجات ديت ولكن على قد ما نقدر تمام العادة للغلط بقى بالنسبة للأكل وأنواع الأكل وتاكلي محشي وتاكلي روز كتير وتاكلي مقارونة كتير وكذا دي كلها لأ أكل الناس بمتوازن بتغذي نفسها وبتغذي البيبي ما هو بنغذي نفسنا وبنغذي البيبي هو فهم لقى معلومة مش صح ما هو بالأسف ما هو بالأسف لأ الأسف لازم هي تكون عارفة إيه الواجبة المتوازنة إن هي تقدر تاخدها ما بين بروتين ما بين كاربوهايدريت عشان الطاقة اللي هي بتعملها ما بين ما بين فيتامينز تمام ما بين مينرالز ما بين لأ لازم لازم يكون فيها نظام غذائي مالتفايتام مع الدكتور بتاعها أو الدكتورة بتاعها المفترض ما بيحافظ على عليها وعلى الحياة اللي هي بتزود فيها دي دا بتجود دا فكرة ما بيقول لك دا مشكلة نصح الغلط ونصح كلها بترجع تنعكس عليها تاني لأنها في الوقت دا أولا ما بتحب تعمل مجهود فبتقاط أو لو الحملة كان متعب بالنسبة لها أو توقم أو كده أو حملة لسه جديدة أو أول حملة أو كده فبتلها أغلب الوقت قاعدة فحركتها قليلة ففرصة الجسمها هي تجينوية أكتر تمام ضيف إلى هذا بقى السوري يعني الرحم المنتفخ بالبيب اللي جواه بالمياه بتاعته بالوزن دا كله كل دا بقدر في عضلاتها أصلا كمان تمام فتخيل بقى وزن تمام هي بتكتسب الزيادة مع القصص دي كلها بعد العملية كل دا بيبدأ فبيبقى خلاص يعني العضلة بتبقى عارف انت يعني بعيفة جدا تورعية جدا تمام فم بباش لها تون ما بباش لها تنشان كويس وجد بيبقى فعلا فقد مروني فبتلاها فجأة بدأت تراها حمل على حمل على حمل الأمور بتبقى صعبة تمام احنا بنصحها بس بعد الولادة أولا شد البطن مع الولادة احنا بنحبوش عشان برضو لو الناس بتسأل السؤال ده قبل ما نكمل الجزئي اهلا بك اهلا بحضرتك يا فاند ممكن اكلم دكتور محمد دكتور محمد تفضلي اه دكتور انا كان وزني 75 نزلت كمية كبيرة يعني حوالي 9 كيلو كده ولا حاجة بقيت 65 تمام بقى ظهر عندي الجلد كده من تحت الضراع كده ظهر طرخل تمام اه ده حلو ايه يعني لازم لازم جراحة ولا ممكن بقى بالشفت كده ده الدنيا تبقى كويسة طيب بص يا فاندين هو اولا تراهل او يعني لو في العلامات بتتكلم عليها ديات احنا بنسميها تمام حضرتك تابعينا وهنرد على سؤالك كله علامات التمدد شكرا انتصال لك يا سؤال نرمين الدكتور محمد هيجابك حضرتك علامات التمدد هي اشارة لان الجلد فقد مرنته في المكان ده فبالتالي بدأ يسهر اسمناها استرايا تمام بيبلونها احمر بعد كده بيبيض طيب معنى كده ان انا لو في كمية دهون في الدرعة ده موجودة وفي علامات التمدد موجودة ده هيخليني اركز اول مع الحالة دي انا لو دخلت عملت شفت كمية دهون المتبقية حيبك دلوقتي عند الجلد بدأ يديني اشارة ان انا عندي علامة تمدد فبالتالي انا مرنتي مش حلوة فلو انت خدت لجواي انا فعلا مش هلاقي ايه تمام فبالتالي هيترهل اكتر واكتر طيب ايه الحال الحال مع الحالة ديت اولا لو ترهل عندها تناسكوا مع جسمها كتير قوي مش حلوة قوي وقتها ممكن تعمل عملية تشد عملية تشد الزراعين وتشد الزراعين ده بيبقى بجرح على حسب شكل التمدد مش جرح كبير عموما هو اغلب الحالات الجرح بيبقى من هنا الهنا اه تمام اغلب الحالات اه بفيش حالات بتبقى الجرح بيبقى في حالات تانية تبقى الجرح فوق كده شوية ولكن ما بيديش الشكل المزبوط قوي ليه لان الفكرة انت عندك طول وعرض فانت عندك بعد فدايما الترهل بيبقى بالطول كويس تمام لما تيجي تشده بالعرض هي مش هيجيب اللي في الاول مش هيجيب النتيجة اه اه تمام فما بيجيبش نتيجة كاملة كويس تمام فبالتالي غير ما بيبقى ده الجرح فالجرح ده مقارنة بشكلها دلوقتي تبدأ بقى تعمل حاجة اسمها ايه نوع من انواع التوازن كده تمام تبدأ تشوف اذا كان هي هتقبل بالشكل ده الشكل ده الشكل ده الشكل ده الشكل ده اولا شكل ده افضلات طبالتمرين مثلا او بعض الحاجات ممكن ما تساعدش ان هو الجلديم يعني انها تلبس مشادة طبي ده حاجة كويسة احنا كده بنسند الجلد بتاعنا حتى لو فقط الدهون ما يبباش مع الجاذبية سقط لتحت تمام ده حاجة كويسة الحاجة التانيةها بتمرين الرياضية طبعا ده حاجة كويسة جدًا انه بخلي العضله تحت الكويسة شغالة مارنة فبالتالي العضلة ما فيهاش دمور أو ما فيهاش.. نوع من النوع عدم الاستخدام فبالتالية الدنيا مرياحة ده كويس جدًا كل ده بيخلي الجلد مرنته كويسة لذلك الناس اللي بتنزل بالتمرين الرياضية ما بتعانيش ذوي من تراهولات زى ناس اللي بتنزل مع العمليات دكتورا حتى نتكلم قبل الاتصال إنه إيه هي النصايح اللي أنت بتوجيها للسيدات اللي أجروا عمليات ولادات قيصرية قبل أو بعد عمليات شد البطن أو تنسيق القرام أو ناحة القرام طيب أنا بعض النصايح اللي أقولها بالنسبة للسيد اللي عملت ولادة قيصرية أنت لو ولادتك قيصرية وكانت أولا يعني لو أنت خلاص معد ولادتك قرب أو لسن ما ولدتيش وبتفكر في عملية شد البطن مع الولادة أولا هي لها مزايا ولها عيوب المزايا بتاعتها أنت بتقولي هو إجراء واحد العيون كده كده متعرض لمنجا مرة واحدة تمام لكن عيوبه أنه هو ما بيديكش نتيجة كاملة يعني ما بيديكش من نسبة 50 أو 60% نتيجة كاملة لأن لسه الرحم منتفخ أو لسه الرحم ما وصلش الحجمه اللي قبل الحمل ما يحصل تمام فبالتالي ده هيخلينا ما نحصلش عن نتيجة كاملة 100% دي نقطة نقطة تانية بالنسبة لللي ولدت خلاص تمام وعندنا جرح وفيه تراهل على حسب تراهل ده ولو لو تراهل ده كان عنيف أو كان شديد لأ وقتها ممكن تزوره دكتوري التجميل لو موضوع ده مضيقك لأنه ممكن فعلا تانية الجلد نفسها تعمل في ترياط تحت الجلد تمام فهو هيقول لك وهيفيدك بالإجراء المناسب لكي سواء عملية الشهر ده يبقى شكلها هعمل ازاي جرحها هعمل ازاي هتناقش معك في الكلام ده كله تمام بلاش بس فكرة ان احنا نشوف الاعلانات بتاعت السوشيال ميديا او نشوف قبل ما نتكلم على النادي السوشيال ميدي خلالي اخصوص تليفوني السلام عليكم يا فاند اهلا بيك سلام عليكم وعليكم السلام اهلا بيك اتفضلي حاولتك انه عندي عشرين سنة تمام وقلت يا مرة واحدة تقريبا ثلاثين وثلاث شهور وزن في الوقت ثلاثة وثمانين كيلو بس عندي كرشي رهيب مزني يعني دهون بتراهلات كذا تمام يعني كده ليه باك ولا من غير ما عمل باك او اي نظام غذائي عشان مش بقدر دول مش قادرة تمشي على نظام غذائي فاي الحل تمام في اي استفسار تانية لا فانا ينفع تجعلاج ولا عملية ينفع ايه علاج او عملية طيب الدكتور محمد هيرد عليك شكرا جزيلا لاتصالك طيب وزنها ثلاثة وثمانين كيلو عندها بطن بشكل كبير ومفيها تجمع للدهون واكيد واخد البطن بالارداف تمام فيه علاج مثلا يعمل على ايزابة الدهون لانها قادرة تمشي على نظام غذائي طيب ولا تحتاج الى عمليات نحتوى شد اولا تركم الدهون في منطقة البطن اولا احنا لازم بس نفرق بين حاجتين اذا كانت الدهون دي دهون دخلية يعني دهون احشاء ولا دهون خارجية ولا لدنيت تمام طيب وهي قالت انها عندها كم سنة؟ عشرين سنة عشرين سنة تمام يعني هي لو كانت لسه انيسة وعندها الموضوع ده مضيقها تمام اولا زي مقولتها الحضرات بكده لازم ان احنا اول نقيم الدهون دي شكلها ايه؟ يعني انا مشكلتك فين؟ مشكلتك في بطنك من جوا بطنك اللي هي دهون الاحشاء دهون الحوالين الكبد دهون الحوالين الكلة دهون الحوال تمام؟ ولا مشكلتنا في الدهون البرا اللي هي دهون ما بعد عدلات البطن اللي هي دهون بتعاد جداره البطن تمام؟ وعلى اساس الكلام ده كله مع سنك الصغير تمام؟ ولو درجة مورونة جلدك كويسة وانت قلت ان انت ما بتعملي رجيم ما بتعرفيش تخساري الدهون دي تمام؟ هديك اختيار من يعني هديك كذا اختيار اولا لو ما فيش دهون داخلية ومشكلتنا دائما مشكلتنا غالبا في دهون الاجناب والبط بتاع جدار البطن من قدام عملية الشفط ممكن تكون بالنسبة لك حل كويس لو الدهون دي ما بتنزلش بالايه؟ بالرياضة كويس طيب لو انا عندي بقى دهون داخلية ومفيش دهون خارجية معنى كده ان انت عندك الدهون اللي جوى الاحشاء دي دهون ممتلئ كتير معنى كده ان وزنك زايد لازم دهون دي تنزل بان جسمك كله ينزل تمام؟ جسمك كله ينزل كله ينزل وده يا اما بالمتابعة مع دكتور التغذية هيقول لها نظام الغذائي كويس لها تمام؟ او بالرياضة بقى او بالرياضة والدمارين ولازم فعلا موضوعها بحتاج الارات خليناك صوت تلفوني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفضالي اه ممكن اتواصل مع الدكتور محمد؟ الدكتور مع حضركة الفضالي اه الخلاو علي جاء دكتور عليكم السلام وبركاته الفضالي يا فضالي اه والله انا فيه سؤال بس ممكن اسأله لحضرتها اه انا بالنسبة لي وزني خمسة وتمانين جيل تمام؟ تمام انا مع يعني عمري ما عملت عملية بصراحة تمام بس انا اه بيعتبر السنة عندي في الجزء السفلي جزء السفلي اللي هو الاجناب والفاخدين والارضاف وكده؟ ايوه لما بزيت الزيادة بتوقف الجزء ده تمام اه انا بخاف من الجروح ومن الحاجات دي يتمق يعني انها تسبلي اثار وكده تمام اه فانا خايفة اقدم على ان اعمل عملية يعني انا فكرت كثير ان انا اعمل فضيس ان انا اعمل كذا لكن الدكتور قالولي انتوازنك يعني اه مش ما تش داعي انك تعملي عمليه فضيس او تحميس او كده تمام فهل اه يعني انا خايفة او كل ما اقدم على عملية شفت او كده اخافي يسيب لي مثلا جروح قصار اه طرح ولزم حذراك شرحت دلوقتي اه هل هل سيب لي امر عندك الى يا استوزة هاجر من الاجراع عملية النحط ايوه ايوه فعايزة الدكتور محمد يجاوبك على هل في الى فعلا ولا يطمنك وفي حاجة كمان فضالي هل هل الدهون ديت لو انا خدتها مثلا وحق انتها في اماكن تانية من الجزء هل هتستمرين مع ايا مدل الحياة ولا هي فترة بس ومسلا عن السزول كده يعني اه يعني برضو في تساؤلات كتير انا خايفة ان انا يعني انا بحكر في ذلك ان انا اقضي مباركة ثانية كمان مترددة في كده هنجاوبك على الاسئلة دية استوزة هاجر وممكن تسابلنا رقمك في الكنترول وانجاوبك على بقية الاسئلة اللي انت حابة تسأليها نظرا لدي وقت الحلقة بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك دكتور محمد عندها زيادة في الجزء السفلي وبتسأل السؤال الصراحة مهم جدا فكرة هل الدهون اللي باخدها هتتحين في اماكن تانية هتفضل موجودة ولا لا تمام اولا احنا خلصنا اجابة السؤال الاولين اه طيب بالنسبة للمتصل الاخيرة عندها دهون في الجزء السفلي دهون دايما اكسبنا لها اشكال يعني في شكل تفاحة شكل كومثرة ده بيعتمد على حسب توزيع دهونها في جسمها وده جيناتها بتبقى كده تمام ولو هي لحظة الكرام ده هتلاحظه في مومتها في اختها في خليتها تمام اه مشكلتنا دايما في زيادة وزننا احنا كلما جسمنا مثالي يعني طولنا بالنسبة لوزننا المعدل كتلة جسمنا بكل ما بتبقى مثالية يكونوا بيبقى جسمنا المصبوطة لما بنعدي ده تبدأ تحصل دفوهات او مشاكل الزيادة تمام بالنسبة للجزء السفلي دايما هتلاقي مشاكل ده بروز شوية في الارداف الجوانب مليانة الافخات برضو ممكن تبقى بارزة بزيادة ممكن يبقى يظهر سيلوليت بقى كمان لو دهونها قبل ما نكمل اللي جاب على السعادة اللي بقصر تليفون استاذ هناء اهلا بيك استاذ هناء اهلا بيك انا اتمنى مدام هنأمل البحيرة اهلا بيك انا سني خمسين اهلا بيك وعندي وزني مية خمسة وعشرين تمام وزنك مية خمسة وعشرية. وقت مزع مع دكتور وخسيت خمسة وعشرين كيلو. يعني وزنك كان قبل مية وعشرين دول كانوا كام يا فندي مية خمسة وعشرين؟ كان بضك خمسة وعشرين مية خمسة وعشرين. يعني انت نزلتي وتخينتي تاني. وانا مشيت مع دكتور فترة وانت خسيت وزيت تاني وغطلت علاج. دلوقتي مش عارف اخد علاج ولا عارفت عمد ايه انا في عرض يظهر في بطني. ومش عارف اخد ايه تاني. طعيب تمام. ويقى ايه سفسار تاني يا مدام هناء؟ نفسي اخيص خالص مش عارف عشان انا هم بقى الكلام في العظم. التخن كله ببطني وفي سيدريج. تمام يا فندي. تمام بشكرك شكرا انجزينا لاتصالك الدكتور محمد هيجاوبك دلوقتي. تمام. طيب نكمل بقى الايجابة على اسوزهجر. نكمل بقى الايجابة على اسوزهجر. اه بالنسبة تمام. فبالتالي دايما هنلاقي تركم الدهون كله في الجزء التحتاني تمام. سواء ارداف او اجناب او افخاد. خلاص طيب. احنا بالنسبة لعاملية بنقول عاملية تخاف انا ما تخافش هي عاملية نحت او هنقول شفط الدهون او نحت القوام زي مكرا. بنكمل في اول حلقة نعملها بقى الدرجة دلوقتي تمام. باختلاف الغرض اللي انا عايز اعمل بيها يعني انا عايز اعمل اطلع اطلع منها بايه تمام. فلو حد عنده سنة موضوعية موجودة في اماكن معينة ممكن انها تخلص منها بالشفط. يعني هنشفط الزيادة وخلاص تمام. هي بقى خايفة من الجروح هتسيب اصر هتعلم هتعلم هتعلم. اولا هي جروح صغيرة جدا. سانتي سانتي بيبقى دايما في اماكن مخفية من الجسد. يعني لو نشتغل على تحت بقى في منطقة البكيني تمام داير ميدور. او حاولين الركبة من تحت على حسب الاماكن اللي انا عاملها تمام. يعني هي نطمنها دلوقتي بالنسبة للجروح مفيش مشكلة فيها ومفيش اعلق. تمام طيب بالنسبة لقصة التراهولات بقى. لازم دكتور كده كده هشوف جلدها تمام. لو انت قابل العملية دكتور شافك وقلق عندك تراهولات في رجليك هيقولك ان العملية دي هتزودها لك. تمام. لو مفيش خلاص. لو وزنك يعني تاريخك المرضي مفيش فيه نزول سريع للوزن غالبا برضو مش هيبقى فيه تراهولات شديدة. فغالبا هي تستفيد بالعملية استفادة كبيرة تمام. بالنسبة بقى ان هي تاخد الدهون دي وتعيد توزيعها في مكان تاني طبعا احنا بنعمل الكرام دا دلوقتي. ممكن ناخد الدهون دي نعيد توزيعها في مكان تاني سواء الثادية سواء الاردف اي مكان تاني. او حتى منطقة او حتى للوجه عشان نعمل مثلا ريجي فينيشان كمان او نحنا نعمل توريد للوجه تمام. او امتلاء لي ممكن نحقينها كمان تحت حولينا العرقوب ممكن نحقينها كمان في المناطق السنستيف بالنسبة للسايدات. فلا لها استخدامات كتير دلوقتي قوي. السؤالها بقى المهم. السؤالها بقى هل. هل هو بيدهم؟ متدهم ولا متدهم شي بص يا سي. الدهون دي دهون جسمك هنحافظ عليها بان احنا نثبت وزنانه. والتقنية اللي الدكتور بيستغرق بيها الدهون ديت هتخلي حيوية الدهون دي تعيش بصورة اكبر تمام. الجسم بيستهلك 20% من الدهون المحقونة. فبالتالي احنا لما بناجي نعمل اعادة حقنة. فنعمل اعادة حقنة محطين في اعتبرنا النسبة اللي الجسم هنمتصها. مع اعادة حقنة الدهون باسلوب كويس. استخراج الدهون باسلوب كويس. التعليمات اللي احنا هنقولها لك. بدنا تتعاملي مع جسمك ازاي. هتثبت وزنك ازاي. الدهون دي بتستمر معاكي فترات طويلة جدا 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 جدا. كويس. يعني دكتور محمد قصدك انه تقنية شفط الدهون. بقمة مدى الحياة. اه. بشرط بشرط توفر الشرط اللازمة لهذا. كويس. معنى كده انه تقنية شفط الدهون. وحقنها بتعتمد في المقايم الاول على مهارة الطبيب. تعتمد على مهارة الطبيب. وعلى الطريقة اللي بيستخدمها. وعلى التزام من موريد بتعليمات الطريب. الحقن ده. وعلى التزام من موريد بتعليماته. وانه يمشي على نظام. فحنا كده طمناها وهي كده. عارفت ممكن تاخد اي اجراء. دام هناء سنناها خمتين سنة. كان وزنها مية خمسة وعشرين كيلو. تمام. نزلت خمسة وعشرين كيلو مع الدكتور. وبعد كده زادت الخمسة وعشرين كيلو تاني لانها ما كملتش عند الدكتور. ووقفت العلاج وبتقول انه السنة عندها متمركزة في البطن ومنطقة الساتر. تمام. اولا بالنسبة لها بالنسبة للوزن ده مع طولها. او غالبا الساتر مش هتبقى معدلية. او غالبا هي عندها سنة مرتفعة. اطول سنة مفردة. تمام؟ طيب. هي حلها متابعة مع دكترة التغذية العلاجية. عشان يديها نظام غذائي كويس. او لو هي مش قادرة تعامل الكلام ده كله. هتستشير طبيب السنة. اه جراحة السنة يبدأ يخطر لها. اه جراحة السنة اللي يتنسبها. تمام. اي عملية يعني هي كده بالنسبة لها فكرة. هي بالنسبة لنا كده فكرة الشفط الدهور والنحت. الشفط الدهور والنحت القوام مش هيكون مناسب بالنسبة لها. مش هيكون اي نتائج مرضية بالنسبة لها. مش هيبقى مش هتشعر بنتيجة فيها. مش هتحس بالرضع فيها. طيب. اي عملية وارد جدا بيبقى لها اثار او اعراض جانبية. تمام. ايه هي ممكن تبقى لاثار او الاعراض الجانبية. بالنسبة لعملية زي عمليات نحت وخنصية القوام. حلو السؤال ده. اولا المريض اللي بيخضع العملية اتشافت الدهون ونحت القوام. تمام. بالاصرار الجانبية اول فترة اللي بيمر بيها. بعد العملية بتبقى شكلها عامل ازاي. او بنسمعنا الارلي ريكوفرية. اولا المريض بعد العملية ديت. احنا ندخل بنستخدم انابيب تحت الجلد. تمام. بتعدي تحت الجلد عشان نشفت الدهون اللي موجودة ما بين الجلد ما بين العضلات. فبنخلق تجويف. التجويف ده لازم يبقى منضغط. يعني لازم المريض بعد العملية يلبس كرسية. والكرسية ده لازم يكون فعلا دايق عليه. يعني مش دايق قوي يا مدس لازم يكون فعلا الكرسية فت بالنسبة له. تمام. قافل. قافل. عشان ما يديش اي فرصة ان اي سوال تتجمع. ده نقطة. النقطة التانية. استخدام الفيزر واستخدام الموجات فوق الصوتية والحاجات دي كلها. بتخلي احتمالي التكون السوال اكتر. تمام. فبرضو مريض لازم يبعرف ده ان هو بعد العملية هيخضع لجلسات متاشر. عشان لو فيه اي تجمعات لسوائل لازم ان هو يستخرجها من الاول. عشان خاطر بتعملوش مشاكل. عشان خاطر متسببش تعرجات. عشان خاطر تخلي شكل عملية كويس. تالت حاجة بعد العملية بيحصل فيه نوع من انواع كدمات. وتورمات. تمام. كدمات على شكل تغير في اللون. يعني ممكن اما كان لونها ازرق اما كان لونها محمر لونها مسبر. تمام. ده بيبدأ يحصل نتيجة ايه نتيجة الاجراء نفسه. بيأخذ وقت في خلال الزبعين تلاتة بيبدأ الكصص دي كلها تروح. كويس. التورمات تبقى موجودة معاه. تمام. لحد مثلا شهر. بنقول ثلاث شهور تبقى النتيجة الاولى بتاعت العملية تبقى تظهر لحد ستة شهور. تبقى كل التورمات بقيته. كويس. اقدر امارس حياتي الطبيعية بعد قد ايه من اجراء هذه العملية. طيب. ولما اقول امارس حياتي الطبيعية يعني اكل واخرق واخرق وانزل وروح وعمل كل حاجة. طيب اولا المريض عمل عملية النهارده. الاجراء اخد ساعة اخد اثنين اخد ثلاثة اخد اربعة على حسب الاجراء والحسب الكمية. وعلى حسب احنا داخلين نعمل ايه تمام. اه اولا هو خد يعني خلص عملية. وعلى حسب هو احنا استخدمنا له تغدير ايه. يعني استخدمنا تغدير نصفي بعد ساعتين ثلاثة خلاص بيبقى دنيا كلها بقت كويسة. بننصح انه يقوم يتحرك. اخد تغدير كلي برضو ساعتين ثلاثة بدأ يفوق. بننصح انه يقوم يتحرك. يبقى اذا الايرلي موفمينت او الايرلي ريكافر احنا بنحبها. تمام. نحبش المورد بعد العملية ريكة في السريج. نقطة. النقطة التانية. الالام اللي بتبقى موجودة ممكن احنا نبدأ نستخدم اجهزة عشان تساعده على تخفيف الالام. بتديه جراعات كده منتظمة. تمام. زي ما ما عروف عنها حاجة اسمها بي سي اي اي او حاجة زي كده. ايو احنا بتاخد واستع حتى البنج. حتى تساعده ان هو يبدأ كمان يتحرك. عشان ما بنحبش. يقعد. يقعد بعد العملية عشان نتجنب او نتفادى جلطاتنا بعد العمليات المطولة. تمام. رقم ثلاثة يبدأ ينزل شغله امتى. اولا هو اول اسبعه بالنسبة له هيبقى صعب شوية بالنسبة للكدمات. وعلى حسب الاماكن اللي عمل فيها شغل. يعني. لو الناحتي كان في مطقة البطن والجناب والدهر. دائما لما يجي يتحرك ويقوم يعط الاماكن هتبقى وجعية. تمام. فلو هو بيشتغل شغل المعتمد على شكله في الاوضاع دي. دائما هيحس ان شكله شوية موضع بنسبة له مش لطيلة. تمام. فممكن وقتها نقوله لا استنى ما تنزلش شغلك قبل عشرة تيام قبل اسبوع. كويس. دكتور محمد عزمي. يعني في الحابب اكمل اكتر من كده ولكن وقت الحلقة انتهى. طول محمد عزمي وتصائج راح التجميل والحروق والتنسيق القوام. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. في كل مكان انا بقى هاختم الفكرة بانه اوه عمليات نحت وتنسيق القوام هي عمليات مبدعة ومبتكرة لتحسين الشكل العام بالنسبة للناس. ولكن الاهم والافضل من ده ان احنا نحافظ على شكلنا بشكل سليم. ناكل اكل صحي نلتزم بتمارين رياضية. مش بس صحتنا هتبقى كويسة بالعكس صحتنا وتفكيرنا وحرقتنا هتكون اسهل. مهما كانت العمليات مش هتكون زي الجسم اللي ربنا ادهو لك. فحافظ سواء عملت العملية او ما عملتش العملية. حافظ على صحتك. اما الان ستحسب عليها. ان شاء الله بإذن الله اشوفكم في حلقة قادمة من حلقات بردامك صلوان صح وجمال. وإلى نلتقي بكم مرة اخرى. اليكم من كل التحية والتخدير. انا خالد صار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.